السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حضراتكم ميس هاجر ودرسة اللغة العربية لصف الثاني الافتدائي مدرسة الرياض لغات تعالوا النهاردة مع بعض نكمل درس الاخلاق الكريمة درس الاخلاق الكريمة كان بيتكلم عن خلق عظيم وهو التعاون وكان بيقول لنا ان التعاون ده مهم جدا 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 عشان يخلي حياتنا احسن ويخلي في مساعدة للمحتاج ويساعد ابناء الوطن ان هم كمان يقدروا يحافظوا على تاريخهم وطرسهم واتفقنا ان احنا هنتعاون مع مين هنتعاون مع كل الناس سواء ابناء الاسرة او الفصل او المدرسة او الحي او المدينة او الوطن تعالوا نكمل الدرس بتاعنا ويظهر التعاون في مصر في اشكال كثيرة ويظهر التعاون في مصر في اشكال كثيرة من خدمة المجتمع يعني التعاون اللي موجود في مصر دي اشكال كتير زي ايه بقى دور الايتام ودور المسنين دور الايتام ودور المسنين ايه هي دور الايتام ودور المسنين دور دي كلمة جمع وفردها دار دار يعني بيت يبقى دور الايتام أو دور المسنين الدور دي اللي هي الاماكن بسوا مين هم الايتام ومين هم المسنين الأول الايتام هم من فقدوا آبائيهم فم لقوش حد يحتويهم يعني باباهم متوفي فم لقوش حد يحتويهم ويربيهم ويقعدهم في مكان ويأكلهم ويشربهم فبالتالي احنا فتحين في دور كده اسمه دار دار الايتام دار الايتام دي بالايتام بيعودوا فيها وبيكون لهم عليهم مشرفين بيأخذوا بالهم منهم ويبدأوا انهم يربوهم ويدخلهم مدارس ويأكلوهم ويشربوهم وهكذا ويهتموا بهم تمام طيب ايه التعاون في كده التعاون في كده ان دار الايتام دي بتكون كلها بالاعمال الخيرية يعني بتكون كلها من اعمال الخير خلاص يعني الناس بتتبرع وتتطوع ان هي تشتغل في المكان ده عشان تاخد بالها من الاولاد دول فدي صورة للتعاون طيب دار المسينين هم الناس الكبار في السنة جدا الناس الكبار في السنة اللي بيكون مسلاً ولادهم سافروا برا فمفيش حد هنا يوض معاهم موجودين هنا بس مشغولين جداً جداً عنهم فدار المسيني دي بتجمع كل الناس الكبار في السنة يعيشوا مع بعض في مكان واحد وبرضو ناس بتاخد بالهم انهم وبيتاخد بالهم من كل حاجة تعبنين لو في حالة خاصة مثلاً ما بيفشوشiggers أكله وشربه دي حاجة وكمان بيبقوا عاديين مع بعض يعني بيتسلوا مع بعض شوية هي دي دار المسنين دار المسنين بيكون موجود فيها كبار سن اللي مش لقيين حد يهتم بيهم وبرضو دي صورة من ثور التعاين لان برضو الناس اللي بتشتغلناك بتبقى تطوع متطوعين ان هما يشتغلوا وياخدوا بالهم من الناس دي وكمان بيكون لابعا اي معلاء التبرعات كتير والناس كتير طبعا بتروح هناك عشان خطر تفرح احنا هنروح مثلا نعضيهم في دار المسنين كذا عشان نفرح الناس اللي موجودة هناك وانا يجب لهم اكله ونقعد نتكلم معهم لان طبعا الناس دي بتبقى ملهاش حد يسأل عليها وكذلك دار الايتام فهمنا عشان بس نبقى فهمين ايه هو دار الايتام وايه دار المسنين دار ودار 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 فاسمهم دور يبقى دور كلمة جمع مفردها دار الايتام هم الاطفال الذين فقدوا ابائهم هم الاطفال الذين فقدوا ابائهم طيب والمسنين كبار السن المسنون اللي هم ايه كبار السن تعالوا نكمل بقى مظاهر التعاون المعارض والمشاريع التي توفر الغذاء المعارض اللي بتتعامل اللي بيكون فيها كل المعارض ده مثلا ممكن يكون فيه مثلا ملابس كتير جدا من اماكن مختلفة وبتتعرض ممكن بقى سعار اقل شوية بحيث ان الناس تبدأت منها تروحوا بقى تشتري اللي هي محتاجة المشاريع التي توفر الغذاء والملابس باسعار مناسبة زراعة الاشجار الحفاظ على البيئة كل ده تعاون الناس بتتعاون فيه ان هم يحسنوا شكل المجتمع شوية ويوفروا احتياجات ابناء الوطن يعني الناس اللي عايشة معا طيب ما اشكال التعاون في مصر لو سألنا سؤال وقال لنا ايه هي اشكال التعاون في مصر هقول ان اشكال التعاون في مصر كثيرة زي ايه بقى يلا نعدهم دور الايتام دور المسنون المعارض المشاريع التي توفر الغذاء والملابس باسعار مناسبة اهم دور الايتام دور المسنون المعارض المشاريع التي توفر الغذاء والملابس باسعار مناسبة وزراعة الاشجار والحفاظ على البيئة كل دي من اشكال التعاون في مصر طيب يلا نستخرج فعل يظهر حرف جر في او من لمقمرية الايتام المسنين المجتمع الملابس كل دي قمرية اسمه موصول ها هو الذي أو التي فين الاسم الموصول التي طيب تنوين طيب التنوين هنلاقي موجود في كلمة أشكال وكثيرة هنا فيه تنوين بالكسر هنشوفها من الكتاب المدرسي بتاعنا عشان الكلمات فيه مشكلة أشكال كثيرة وبأسعار مناسبة أسعار مناسبة دورد الكلمتين دول فيهم تنوين بالكسر خلاص طيب الكلمة ومعناها يلا نراجع بقى الأجتام هم أطفال الذين فقدوا أبائهم المسنون كبار السن البيئة الطبيعة الطبيعة من أرض وهواء ومياه البيئة هي الطبيعة من أرض وهواء ومياه المكان اللي احنا عايشين فيه الطبيعة من أرض الأرض اللي احنا عايشين عليها والهواء اللي بنتنفسه والماء اللي بنشرب الطبيعة من أرض وهواء ومياه طيب مفرد والجامعية تيم جامعها أيتام وسن جامعها مسنون معرض جامعها معارض ودار جامعها دور برضو لازم نكون عارفينها مهمة دور جمعها دور طيب الكلمة عكسها مسنون لما كبار السن يبقى عكسها ايه شباب يبقى المسنون عكسها الشباب يظهر عكسها يختفي الحفاظ عكسها الاهمال كثيرة عكسها قليلة طيب معنى مسنون كبار السن معنى المسنون كبار السن عكس المسنون الشباب عكس المسنون الشباب النوع بتاعها اسم طيب جملة بحط فيها كلمة المسنون يظهر التعاون في مصر في دور المسنون يظهر التعاون في مصر في دور المسنين يظهر التعاون في مصر في دور المسنين مثلا يعني انتوا برضو عملوا الجملة اللي انتوا عايزينها طيب لو شبكة مفراضات على البيئة البيئة فيها ايه? البيئة فيها ارض. البيئة فيها ارض فيها ماء فيها هواء. ها? البيئة فيها ارض وفيها ماء وفيها هواء وفيها ايه كمان? أشجار مثلا طب يلا حلل المشارع خمس مقاطع اللي بعدها الغيزاء اللي بعدها مناسبات مناسبات آخر واحدة الأشجار الأشجار تمام؟ طب يلا نفتحوا معي كتاب المدرسة ارسم مجموعة من الأطفال يكمونا بخدمة مجتمعيين نرسم شوية أطفال مثلا بيساعدوا بعض ان هما يزرعوا شجر أو يعملوا أي حاجة طيب صل كل كلام معناها التعاون معناها إيه؟ نتشارك أذهب كل شهر لزيارة الأيتام مين هما الأيتام؟ أطفال فقدوا آبائهم يحتاج المسنون لمساعدة في الحركة والأكل مين هما المسنون؟ كبار السن في المدرسة قمنا بوضع لافتة للمحافظة على البيئة إيه هي البيئة؟ الطبيعة من أرض وهواء ومياه نقطة من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا إيه؟ التعاون يتعاون الكل للمشاركة في المهام وساعدة المحتاج الحفاظ على المكان أذكر أمثلة للتعاون في مصر إيه؟ أشكال التعاون في مصر جاي مثلا دور المسنون ودور الأيتام زراعة الأشجار الحفاظ على البيئة أي مثالين يعجبكم هل أنت تلميز متعاون؟ كل واحد بقى يجاوب لوحده وصف لنا تصرفا كنت فيه متعاون نتكلم عن نفسك وقول لي حاجة أنت كنت متعاون فيها صفحة اللي بعدها واجب الصفحة اللي بعدها عبر عن كل صورة بجملتين إحدهما فعلية والأخرى اسمية هتعمل لي جملتين عن الصورة اللي احنا شايفينها دي الصورة اللي احنا شايفينها دي عايزة جملتين جملة منهم فعلية وجملة تانية اسمية نفس القصة هنا جملة فعلية وجملة اسمية خلاص طيب حول الجملة من فعلية الاسمية ولو اسمية حولها فعلية طيب اتفقنا ان الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل الولد قام بجمع اوراق الاشجار يبقى بدل الولد قام قام الولد يكتب رامي لافتة للحفاظ على البيئة بدل يكتب رامي هيبقى رامي يكتب الفتاة تحب مدينتها بدل الفتاة تحبها هتبقى تحب الفتاة خلاص اخر حاجة فكر مع اصحابك في خدمة المجتمع هنبدأ بقى ان احنا ايه نفكر ونخلي ماما تمالينا سطرين من الدرس اتفقنا